بسمة كانت صوري في القوضة بتاعتها يعني جابتلي تشكول كده يا صبيرة بقى حتى صوري وبتتعامل معي ان انا خطبها زوجها في المستقبل عارفين لما المسرحية بتخلص والستارة بتنزل اهو دا اللي بيحصل دلوقتي في قصة تامر حسني وبسمة بوسيل المرة دي طلاق نهائي ما فهوش لا نرجع عشان خطر العيال ولا بحبك يا مجنونة وهسامحك المرة دي طيب ايه اللي وصل الموضوع لكده الفنان تامر حسني خلاص رفع ايده عن قصة بسمة بوسيل وجوازه وبعد ما كان بيتمنى يعيش في ظل بيت وعيلة واولاد وحياة مستقرة معرفش يحقق الامنية الوحيدة اللي كان عايش علشانها تامر حسني على قد ما هو مركز في شغله ومشاء الله عليه شعلت نشاط في الغنى والسينما وبيخرج وبينتج ونقص كمان يمنتج افلامه بنفسه دا لو ما بيعملهاش فعلا الا ان حياته الخاصة فلتت منه خالص وسيب الستات تدمرها له تامر من زمان وهو ضعيف شوية قدام الستات حتى بداية علاقته بالفنانة بسمة بوسيل نفسها كانت غريبة جدا واحدة بنت اصغر منه بسنين كتير قابلها في برنامج مواهب زي اي شباب متحمس قالت له بس انها كانت بتقول انها هتتجوزه وكانت بدأ في كشكول الغرام بتاعها الصنارة غمزت وقال لك بس هي دي اللي بتحبني وهتبقى ام عيالي بركات الشيخة خديجة المغربية الغريبة بقى ان تامر حسني بجد عنده مشكلة مع المغربة يعني بسمة بوسيل توقع وتتجوزه وتخلف منه ثلاث عيال والبلوجر المغربية جليلة تقولك بحبه وبموت عليه وعرف انه هو كمان بيحبني بتقولها بتأكيد غريب وهو عمره معلق على كلامها طيب حتى ينجم وقول لها انا بحب امراتي ام عيالي ولا اي حاجة يعني تامر حسني بتبعه حني حبتين ما بيحبش يكسف حد اي فنانة تطلع تقول انه صديقها حبيبها اخوها متربيين مع بعض ما بيعلقش بس للأسف بس ما بيتغير بيتغير جدا وفي اوقات كتير كان بيبقى رجلها على رجله لمجرد انها ترقبه وتعرف بيروح فين وبيعمل ايه وده عمل مشاكل كتير جدا ما بينهم وللأسف المرة دي مش اول مرة ينفصلوا وكل المقربين منهم بيقولوا انها الطلقة التالتة يعني ما فيهاش رجوع حاول تامر بكل الطرق يبعد عن الخطوة النهائية دي بس محاولاته كلها فشلت تامر وبسمة مفصلين فعلا من فترة وكل واحد فيهم كان قاعد في مكان واخدين بريك من بعض يعني عشان يفكروا بهدوه ويرجعوا نفسهم لكن ما فيش فايدة انتهى الامر ووقعت طلاق واخدت العيال وسفرت بعيد عنه للأسف تامر زي ما نقطة ضعف والستات كمان ولاده هم اكبر نقطة ضعف في حياته طول الوقت كان خايف بس ما تاخده وترجع بلدها وعشان كده كان بيصفى ويسامح ويقول ما عليش شي عيلا وغلتك لكن المرة دي الزهق ما سبلهوش فرصة للصلح واخد القرار بعد ما تطمن ودها كل الابشنز الممكنة عشان تفضل قريبة ويفضل له سلطة على عياله ناس كتير في الوسط الفن حاول التصلح الحال وترجع تامر وبس ما عن قرار الانفصال لكن الغيرة والخناءات الكتير والستات الكتير برضو ما سبوش اي نتيجة مختلفة عن اللي كان ناس كتير متوقعينه من 12 سنة لما تقال تامر حسني اتجوز فنانة مغربية لسه محدش كان يسمع عنها استكتروهم على بعض وكانت دي النهاية